انا قبل هيك حكيت لكم يعني لازم تطول روحك وحكيت لكم انه شاومة دائما بتطول روحك احنا في عينا اليوم في هذا الفيديو في عينا ميزات جديدة ووصلت وهذه الميزات احنا بدنيها لانها هذه الميزات مهمة وضرورية من ميزات اما ايو اي 15 كمان هتكون والميزات هذه بلشت تصل لها واتفنا خلينا نتعرف على الميزة على الاجهزة اللي وصل لها هذه الميزة يكونوا معنا لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك وتفعل الجرس عشان يصرق كل جديد يا حبيب الى هناك وارجعنا لكم الجديد صلوا على سيدنا محمد الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا دائما احنا قلنا ان كل الواجهات بشكل عام او كل الشركات تتصابق على السوفتوير والهاردوير مين ينقدم ميزات ومينقدم معالجات احسن وسعر اقل عندنا فيه اليوم في عندنا ميزة هذه الميزة لازم تكون على موبايلاتنا كلنا ولكن نبتيجي الآن قاعدة في التدريب بعد تحديثات الامنية نيجي على الاعدادات هذا جهاز ونيجي بعد الاعدادات في عندنا الحماية تطبيق الحماية هذه الميزة اللي هي لما انا باجي اغلق الهاتف انا بغلق الهاتف بطلب مني الرقم السري هذه الميزة موجودة على لشاومي الاصدرات العالمية مش موجود فيها الاصدارات الصينية موجود فيها ولكن الاصدارات العالمية مش موجودة. هذا الجهاز اللي موجود امامنا ريجمي نوت اتناعش برو بلس. هذا الاصدار الصيني موجود عليه هاي. بتفعلها منها وبتسكرها منها. شو يعني? يعني الان لو جيت جهاز زيكا. اجي واحد مسلا لقى جهاز ومش قادر يفتح الجهاز وبدي يسكر الجهاز. الان نقول له مسلا ان يعادة تشغيل. الان هيطلب رقم سر. تمام? لما يطلب رقم سر مش هيغلق الجهاز اللي تحط الرقم السري او البصمة او بصمة الوجه. هذه الميزة مهمة وضرورية وبدنا اياها اصلا. اليوم بلشت تظهر على تظهر على النسخ العالمي. لازم يكون في عنا ميزة قبلها عشان هادي تتسبت او نقدر نعمل هذه الميزة. شو هي? خلينا نجي نشوف. لما تيجي تعمل عملية اغلاق الشاشة او اعادة تشغيل الجهاز وايقاف تشغيل الجهاز. الميزة المنزلقة. الان بلشت هادي الميزة تظهر على هواتف كتير. ولكن ليش بحط لك هادي الميزة? كمان هادي الميزة مش شكله بس اشكلها حلو. احلى من الميزة العادية اللي احنا اه اتعبنا منها اصلا. لحظة انا هنا 13 quelle. لحظة انا 11 quelle هنا مش موجودة على 11 Quelle. انسخة اللي هي نسخة هذه النسخة الاندونيسية. مش موجود عليها. الان هذه الميزة اللي انا بدي اياها وبدي اياها الأجهزة وبلشت شوما يتصل للأجهزة بالتدريج. في عنا اول حاجة في00 جهاز مهم جدا وصله الان وانا بعمل تحديس للجهاز ووصلت البيض. هذا الجهاز اجاه له تحديس الان اربعة عشر فاصل سفر فاصل اربعة. كان له تحديس اربعة عشر سفر ثلاثة. صار الان اربعة عشر سفر اربعة. على اندرويد تلات عشر. وهو جهاز ريدمي نوت 11 اس. هاي. ريدمي نوت 11 اس. الاصدار العالمي. الان لو اجيت عملية اغلاق للشاشة او اغلاق للهاتف. يقف تشغيل واعادة تشغيل. الميزة موجودة. الان انا بقدر اضيف انه انا لما اجي اسكر الجهاز يطلب مني الرقم السري. كيف يعني? هاي مسلا هاده الجهاز هاده نسخة عالمية. الان لو اجيت هاي الجهاز. خليه نسكر ظلو باجه واحد يسكره اي اعادة تشغيل. هيطلب مني. ده العد عندك. ال 11 اس. عد عندك شاومة 13 الترا. 13 برو. 13 وعد عندك البوكو اكس فور برو. البوكو اكس فور برو هو الفايف جي. نفس تحديس الريدمي نوت 11 برو. والريدمي نوت 11 اي برو. هاده اجاله ايضا لنسخة الفايف جي. وعننا كمان ريدمي نوت 11 برو ايضا اجاله التحديس. وهي ال 11 برو نسخة الفور جي. وعننا ايضا لوصل تحديس الطازة يا سمك. اتناعش برو ايضا حصل على الميزة. و 12 برو بلس ايضا حصل على الميزة. اذا هذه الهواتف اللي حصلت على الميزة وفيها هي جهاز اخر العشرة سين حصل على الميزة مع المين. مين جهازه حصل على هذه الميزة الممتازة جدا واللي احنا بدنا اياها يكتب له في التعليقات. وهذه الميزة اللي حبيت اخبركم اياها لانها ميزة مهمة وكل واحد يترقب لما يجيه تحديس امني تغري يشوف اجد ولا مشاتش. كيف نثبت كيف نثبت انه احنا يطلب مني رقم السر لم نعمل اعادة تشغيل او ايقافي. تروح على اليوتيوب يا معلم انت الان على اليوتيوب تروح على اليوتيوب بتكتب تفعيل طلب. الكلمة المورور عند ايقاف تشغيل هاتف الشاومي بدون روت. انا عملت الفيديو. وهي الفيديو Plus plays 3 اسابيع وهي انوان الفيديو والصورة المصغرة للفيديو. هاي الصورة المصغرة للفيديو. و انا كتبت من المرة الماضية الملاحظة هادي بتقول انه ملاحظة مهمة بعد التدقيق على العديد من الهواتف. هذه الميزة ستم تفقيلها على الهواتف التي تم تحديثها على نظام اعادة تشغيل الشكل الجديد المنزلق حتى الان. تمام يا معلم? اذا كل واحد بيجي شكل المنزلق بيقدر يدخل على هذا الفيديو ويعمل عملية طالب الرقم السري عنده اعادة تشغيل وايقاف التشغيل. وهذا ما كان لدينا نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.